نأتي بداية إلى الموضوع الأول الذي هو تعريف الاجتماعات ما هو تعريف الاجتماعات؟ طبعا الاجتماعات كما سبق وقلنا هي من أكثر وسائل الاتصال الأهمية في حياة الشعوب سواء على مستوى الأفراد المنظمات التنظيمات الإكليمية الدولية أو القطاع العام والقطاع الخاص فالاجتماع يحقق للإنسان آدميته بحيث أن الإنسان نعلم أنه إنسان اجتماعي يميل بطبعه إلى الاستماع بالآخرين والتعرف على الأفكار والأراء وجهات النظر المختلفة وتبادل هذه وجهات النظر والوصول إلى وجهات نظر قريبة من بعضها البعض وتجاوز المشاكل فالاستماعات في وقتنا الحالي والماضي أيضا تلعب دور كبير في نشاط الأفراد والمنظمات على اختلاف أنواعها كما ذكرنا وأيضا على اختلاف المستوات الإدارية داخل المنظمات سواء إدارة عليا إدارة وسطة وإدارة تنفيذية تساهم الاجتماعات بشكل كبير في تحقيق أهداف المنظمات عن طريق الاتصال والتواصل بين المدراء الموظفين الرؤساء المرؤوسين الإدارات المختلفة وتبادل وجهات النظر في حل المشاكل إذن هي تساهم وتسهم في حل المشاكل التي قد تعترض الأفراد والأنشطة اليومية والتعرف على الآراء المقترحات مقترحات الأفراد أسباب المشاكل تلعب دور في حل والحد من هذه المشاكل وبالتالي تساعد على تحقيق أهداف المنظمة طبعا بالنسبة إلى تعريف الاجتماعات هناك عدة تعريفات جاء من بين هذه التعريفات الاجتماعات هي عبارة عن تجمع تجمع شخصين أو أكثر في مكان معين للتداول والتشاور وتبادل الرأي في موضوع معين طبعا هذا التعريف للدكتور محمد علي عامر بموضوع الكتاب السكرتيريا المتخصصة صفحة 5 فالاجتماعات كما نرى قد يشترك فيها عدد قليل أو قد يكون فيها اثنين أو أكثر وذلك بهدف تبادل الأراء وجهة النظر المختلفة التعارف التشاور في مواضيع مختلفة وأخذ قرار جماعي طبعا مشترك يتعلق بهذا الموضوع أو هذه المشكلة لأننا نعلم أن رأي الجماعة أفضل من رأي الفرد فعندما يكون هناك مجموعة من الأفراد تتشارك أو تتشاور في موضوع معين تصل إلى قرار جماعي أفضل لأنه يعبر عن وجهة نظر الجميع هناك تعريفات أخرى للاجتماع كما قلنا فالاجتماع هو التقاء مجموعة من الأفراد في مكان ما في وقت محدد لمناقشة موضوعات معينة للتوصل إلى أهداف معينة طبعا هذه أمور ضرورية في الاجتماع المكان الزمان الموضوعات للتوصل إلى أهداف محددة طبعا على ضوء التعريفات السابقة يمكن القول بأن هناك أركان رئيسية للاجتماع هذه الأركان تتمثل وبشكل سريع ومختصر في أولا وجود مجموعة من الأفراد بحيث لا يقل عددهم عن اثنين على أن يتولى أحدهم قيادة الاجتماع ثانيا المكان لا بد من تحديد المكان الذي يتم فيه عقد عقد الاجتماع أين سيعقد الاجتماع ثالثا الوقت يحدد تاريخ الاجتماع باليوم والساعة التي سيعقد فيها الاجتماع الأهداف أي الغاية من الاجتماع ما هي الغاية من الاجتماع والأهداف المرجوة من عقده خامسا وأخيرا جدول الأعمال أي الموضعات التي سيتم مناقشتها وتداولها أثناء الاجتماع بعد ذلك نرى أن الاجتماعات تمثل القدرة على الاستفادة من الإمكانيات البشرية الإمكانيات البشرية والمادية والمعلوماتية والمالية المتاحة لتوجيه الاجتماع وقيادة المشاركين بأقصى كفاءة وفاعلية في إنجاز الأهداف يعني تحقيق الهدف بكفاءة وفاعلية يجب استغلال الطاقة البشرية وهو ما يعرف بالاستثمار البشري إنك تستثمر الأفراد العاملين والموجودين بطريقة صحيحة وذلك لتوجيه الاجتماع وقيادة المشاركين فيه بكفاءة وفاعلية وتحقيق الهدف من الاجتماع وهذه ترتبط عادة بما يمتلك القائد في إدارة الاجتماع من قدرة وقابلية هادفة في توجيه المشاركين نحو الهدف المراد تحقيقه بالإضافة إلى توفير جميع المتطلبات والمستلزمات التي تساهم في إنجاز الأهداف المراد تحقيقها من الاجتماع كالمكان والزمان وجدول الأعمال وغيرها من الأركان الأساسية الضرورية حيث يشكل القائد دورا فعالا في تحقيق أهداف الاجتماع له دور رئيسي في ذلك وبلوغ الغاية المرجوة من هذا الاجتماع وفقا لطبيعة هذا الاجتماع ودور القائمين على إعداد هذا الاجتماع ترجمة نانسي قنقر